اشتركوا في القناة 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 هذا في تونس وفي الدول الأخرى اكتشفنا أنه مش الناس الكل ينجموا يعملوا الكوفيد لا هذي فما حالات خاصة شنو ما الحالات هذو ما أول حاجة اكتشفنا اللي هو ينجم يمس الناس اللي عندهم جاهم الكوفيد في حالة حارجة وحالة قوية نقوله أحنا وفما حتى الناس اللي مرضوا بحاجة مرض خفيف معتها اللي جاتهم جمعة من زمان شوية قلقه ومشي على روحه ما تعبش ما رقدش في السبيتار ينجم هذي زي جيه الكوفيد ولكن أكثر الحالات هم الحالات اللي كانت حالات حارجة الحالات اللي استحقت أنها ترقد في السبيتار الحالات اللي استحقت أنها تكون سوز أكسيجين يعني هذو ما أكثر حالات أنهم بش يطوروا بش يعيشوا حالة ما بعد الكوفيد نقوله أحنا كيف كيف اكتشفنا أن النساء تتمس أكثر وفما بعض الدراسات اللي تقول مرأة على أربع رجال بش تعمل الكوفيد لا أكثر نساء مرجال فما زي دا الفئة العمورية الحالات هذية توصفت أكثر في الفئة العمورية بين أربعين وتسعة وربعين سنة وبين خمسين وتسعة وخمسين سنة هذو ما زوز فئات العمورية اللي يتمسوا أكثر واللي لاحظنا فيهم أكثر الكوفيد لا هذي حالة أخرى زي دا كيف كيف نقوله أنها معنى هي الحالة اللي تخلي الوضعيات هذو ما تجي أكثر هي الحالة النفسية متع الأشخاص هذو ما اللي مرضوا بالكوفيد أما الحالة النفسية اللي كانت سابقة لمرضة الكوفيد يعني هو الشخص بطبيعة وعنده مشاكل نفسية وستخيص وخلق وإلا الناس اللي عاشوا الفترة هذيك بفترة صعيبة برش عاشوها يعني نجم تكون جسديا وبدنيا عاشوها بطريقة عادية ومش سباين فورم غراف ما هيش حالة خاطرة ولكن نفسيا تعبوا بها برشا وكتعب النفسي هذيك ينجم يكون هو يفافوريز معتها يخلي الحالة هذية اللي بعد ما بعد الكوفيد تظهر عندهم أكثر الأشخاص هذو معنى العبيد اللي قلوا إحنا مشي في بالهم خذيوها سيلة خاطر جيتهم سيلة ما هو من داخل من داخل خايف وما في جوع من الكورونا لا تطاور الحالة متاعو شخطوك شفنا جيت بريود معينة نسكو الخايفة مرعوبة وتشوف العبيد تطايح بل زموان في الشارع كما نقولو هكا تكستو معنى دونك نسكو الوليد حتى من داخل من داخل خايفة خايفة من المرض أي هو كان نجم نعم الملاحظة اللي في بعض الدراسات وشنو قالونا اللي صحيح احنا تاوي نحكيه عالكوفيد يعني باش نحكيه عالكوفيد يزم الانسان يكون امرض بالكوفيد وكي ما قلنا تنجم تكون حالة مرضية خطيرة ولا حتى حالة مرضية موش بالخطورة الكبيرة ولكن اتخلف البوست كوفيد هذي اللي لاحظنا اللي فما اشخاص ممرضوش بالكوفيد هما مفاماشون بخاف اللي هما مرضوا بالكوفيد ومع هذا وراوا وعملوا تعاكرات صحية حتى جسدية مش نفسية اكهو بعض الحالات اللي عشناها الكل هي كما انتي توقلت خطر حالة الفزاع النفسي اللي عشناها الكلنا مبعضنا معتها اللي مرضو اللي ممرضوش تعدينا بفترات صعيبة برشا تعدينا بضغط نفسي كبير برشا وهذا خلف حالات مرضية عند اشخاص حتى ولو هما ممرضوش بالكوفيد هذا يما ساميوهش ما بعد الكوفيد سيبا الكوفيد لا ما نحكيلك المخالفات الممكنة حتى للناس اللي ممرضوش بالكوفيد نعتيك صحة دكتور احنا مازلنا مكملين معاك منتا واحد اكشل الاربعم تالعشين عاود امفكركم اللي موضوعنا اليوم هو الام ما بعد الكوفيد وحاضرة بحذينا دكتور سونيا خلبوس طبيبة مختصة في علاج الالام في قسم علاج الالام بمستشفى الرابط اذا كان عندكم اسهلة في الموضوع نجمو تكلموني على الواحد وثلاثين ثلاثمئوثمانين الف دكتور test منتا واحد اكشل الاربعم تالعشين نجمو تكلموني على الواحد وثلاثين ثلاثمئوثمانين موضوعنا اليوم هو الام ما بعد الكوفيد وحاضرة بحذينا دكتور سونيا خلبوس طبيبة مختصة في علاج الالام في قسم علاج الالام بمستشفى الرابط اذا كان عندكم اسهلة في الموضوع نجمو تكلمونا على الواحد وثلاثين ثلاثمائية وثمانينان شو ياخد دكتورة نحكيه على العالمات أما قول القائل العبادي اللي تسمع فينا شنوه اللي ناجم بلوزومان يفسر الحالة هذية أمتاع الكوفيد طويل الأمد برشا دراسة صرت على الموضوع هذية من اللي تعرفنا على الكوفيد ومن اللي تعرفنا على البوست كوفيد وحاولوا الباحثين يفهموا الأسباب لليوم ما نعرفوش الأسباب بالضبط ولكن فما بعض الأسباب تمكم اكتشافها ونقولوا أنها عند تلعب دور كبير في الحالة هذية شنوه؟ هو بطبيعة الفيروس في حد ذاته هو بش يخلق تعاكرات في الصحة بش يمس بعض الأعضاء وبش يتسبب في العلامات اللي نشوفوها في الكوفيد وفي بوست الكوفيد اللي نعرفو زادة اللي فما التهاب حاد كبير برشا يتسبب فيه الفيروس هذية والالتهاب هو نفسه بش يتسبب في بعض الحالات تعاكرات الصحية اللي حكينا عليهم الحالة النفسية قبلة كنت نقول لكم عليها كيف كيف الحالة النفسية متاع المريض هي سبب من الأسباب ظهور العلامات هذو والاكتشاف الأخير اللي هو مهم برشا هو اللي عرفنا اليوم اللي المرض الكوفيد نسميه هنا وعلمين مرض الشرايين وهو سيخطوه لندوتليوم اللي هي طبقة من الطبقات اللي موجودة في الشرايين متاعنا واكتشفنا انه فما ان ديس فنكسون يعني لندوتليوم هذية اللي هو نعمل ما يحمي الشرايين متاعنا بجرة الكوفيد هذية ما عادش يقوم بالدور متاعه وما عادش يحمي الشرايين متاعنا وبج تتسبب هذيك في برشا حالات خاصة العلامات القلبية والعلامات الرئوية وبرشا عالمات اخرين نفسروهم باللاتنت انتاع لندوتليوم وفما فريق تونسي فيها الكارديولوغ ومدسان انترنيست اللي عملوا الاكتشاف من اول الفرق العلمي اللي اكتشفوا الاكتشاف هذية وصارت فما ان بوبليكاشن في ان رفو انترناشنال وحنا فرحانين برشا انها تكون خارجة من باحثين تونسيين واللي اكدوا اللي اللي اندوتليوم هذية اللي هو عنده دور في الكوفيد ايجو معناها في الوقت اللي سير الانفكشن ما كيف كيف عنده دور مهم في البوست كوفيد دونك هذو ما الاسباب اللي نجمو اليوم نحكيو عليهم ولي تعرفنا عليهم توا العبادة اللي اسمع فينا دكتورة وتعاد عليهم الكورونا اللي هي مهيش حاجة سهلة بلوزو ما للعبادة اللي تعبوا فيها برشا فما اعراض عامة خلينا نقولوا احنا برشا عباد جيتهم مما فما برشا عباد اللي فات اللي هي جيتهم وقاعدة معاهم يمشي في بيلهم اللي هذيك هو المرض ما زال متواصل مع كيفاش نجمون في قوة اللي نعرفوا ولا فماش حاجة اخرى تنجم تنزيد على الاعراض اللي احنا بلوزو ما نعرفوها بش نعرفوا اللي انا عندي كوفيد طويل للامد اي فما حاجة بش نحكيوا عليها وما قلنا هايش قبيلة اشكون قديش من انسان بشي طور ويوصل للطور هذي متاع الكوفيد لان طوى حسب الدراسات العالمية تقريبا قولوا اكثر من خمسين بالمئة نصلوا حتى الستين في المئة من الاشخاص اللي مرضوا بالكوفيد ينجموا يوصلوا لحالة الكوفيد لان هذي وما بعد الكوفيد ولكن الحالات متفاوتة الخطورة يعني فما اشخاص بش نقد عندهم عالمات خفيفة بالكل وفما يشكون اللي بالحق بش يتعب بش يتعب ينجم يتعب بالكدا احنا الهدف متاعنا اليوم انا نعلمو لانا نخوفو ولانا نهولو معندها الهدف انو نعرف بش الانسان كي ما قلت انت يمرض بالكوفيد يعرف اللي اذا كان العالمات هذو ما طولت معاه فاتت الاربعة جمعة وما زالت معاه راهو ينجم يكون الكوفيد لان هذي وراهو من الاحسن انو يمشي يشوف الطبيب متاعه بش يشخص له الحالة متاعه وبش يقترح عليه العلاجات الممكنة العالمات الشنوما هما بارش عالمات ولكن صار فيهم كلاسما وقلوا احنا بش نعرفوا شو ما اكثر علامات اللي ظهرها وفما احنا في تونس اللي هي تعطينا المعلومات الصحية وتعطينا لغوكموداشون للاطباء بش يعرفوا كيفاش يتصرفوا في الحالات هذوما شخصة الحالات هذي وتقول اللي مثلا في تونس اكثر الحالات اللي تتوصف هي التعب الشديد لا سني لا فتيج معدها ببرشة برشة ناس اكثر حاجة قاعدت عندهم ونقولوا في تونس اكثر من خمسين في المية من الاشخاص اللي مرضوا بالكوفيد يقعدوا بعد اكثر من اربعة جماع يشكيوا من التعب الشديد هذي الحالة تنجم تطويل معهم بعض الأشرة ثلاثة أشرة أربعة حتى اكثر من هكا دونك تعب الشديد هذي علامة من العلامات اللي نجم ونشوفوها ماهيش حاجة تخوف خاطر نعرفوا إلي بالوقت وتوا وقت اللي نشوفوا احنا المرضى ونطبعوهم على المدى الطويل نعرفوا اللي الحكاة هذي بشتمشي وتتحسن بالوقت وبشتمشي وتتنحى ان شاء الله ولكن وقت اللي تبدأ تعب بصفة كبيرة يازم ناخذه نصايحة بيه بش نعرفوا كيفاش نجريوها هذي خلاف التعب الشديد فما العلامات على الأعصاب خاصة الحاجات اللي تواصفوا برشا هما النسيين وصعوبة التركيز فما برشا أشخاص اشكيوا من الحالات هذية فما زادة بطبيعة العلامات اللي نقولوا احنا قلبية معنتها فما ساعات بش يقولك عندي ضيق نفس عندي دقة قلب سريعة عندي قلق من ناحية هذيك دونك في الحالات هذو الحالات العلامات اللي تخلينا نشكوا انه فما اشكال في القلب ولا في الشرايين مهم برشا انه نمشي ونشوفوا طبيبهم بتاعنا بش كما قلت قبيلة نفهموا يندرا هو كوفيد لانه علامات بسيطة بش نعالجوها ونجريوها وإلا سيون كومبليكاشون يعني تعكر جراء الكوفيد هذيك وتولي وقتها فما أمراض قلبية اللي تنجم تنجر على الكوفيد اللي هي كما البيغيكاعديت والاميوكاعديت معتها التهاب في العضلة القلبية ولا التهاب في الاسفاق متاع القلب دونك إذا كان فما علامات هاكية وكان احنا نحسوا بألام في الصدر ولا نحسوا بتقلق في دقات القلب ولا في التنفس يلزم نمشي ونشوفوا طبيبهم بتاعنا بش يفرق في الحالات ويكون فما العلاج الخاص إذا كان فما تعكر خاص بأمراض القلب كان أنا اليوم بش نحكي على الألام بوست كوفيد دونك قلنا احنا العلامات ما همش كان الألام بارش علامات ولكن فما من العلامات دا اللي احنا نهتموا بها هما الألام اللي تجم تقعد بعد الكوفيد كيما قبيلة تيموانياجة اللي سمعناهم فما مثلاً ألام الرأس صحيح؟ نعرفوا لألام الرأس من علامات الكوفيد يعني وقت اللي نمرضوا بالكوفيد فما برش أسخاش أشخاص شكاوا من الألام الرأس الألام هذي نفسها تنجم التطول يعني بعد ما تعدوا كله أربعة جماعة وتقعد إنسان ما كانش عمره ما كان يشكي من رأسه ويوالي عنده وجيعة وجيعة متع رأس كضغط يحس ضغط قوي في رأسه ويحس قلق يحس علاماتها كي في الحالة هذي كيف كيف نطلب من الأشخاص اللي يشكيوا من الحالة هذي أنهم يشوفوا الأطباء متاحهم خاطر في الحالة هذي يجبنا لشخص ونوعية الألام متع رأس ومبرشة أنواع مختلفة يلي ندرا فما سبب عضوي للألام هذي ووقتها يجبنا نكتشفوه بالفحوصات الطبية ونعالجوا الأسباب العضوي وإلا ينظر هي بالفرنسيين نقولوا يعني ما فماش أمراض عضوي ولكن هي مخلفة الكوفيد وباش نعالجوها هذا ده كيف كيف وعندها العلاج الخاص متاح فما ألم الصدر حكيت عليهم قبيلة وأهم حاجة في ألم الصدر أنه نفهمه السباب متاحها نجم تكون أسبابها أمراض قلبية نجم تكون الأمراض الرئوية نجم تكون أمراض متاع الجهاز الهضمي يعني يقلق في المعدة ولا قلقها في البلعوم نجم نحسوه بألام في الصدر دونك هذا كيف كيف دور الطبيب باش يفرق بين نوعية الألام هذي فما الألام وقبلا قالوا عليها في الميكوت خوتوار الألام متاع العضلات لميالجي هذو ما زادا حاجة موجودة برشا يعيشوها المرضى في الوقت متاع الكوفيد ايجو ولكن فما يكون التواصل معاه تواصل معاه لأسابيع ولأشهر زادا وتقلق خطر حتى ولو كان ما هيش ألام قوية برشا ألام اللي مزعجة مزعجة وخطر باش تجي معاها الفتيج تجي معاها كتعب لكبير نقول لك حتى في الخدمة معاش نجم نمشي نخدم داري معاش نجم نتلهاب بيها هذا الأقلق اللي احنا نحبه نقصه نحبه نعالجه نحبه نعاونه المرضى بتاعنا باش يفوتوا اللحظة هذيك ويتحسنوا وهذا ممكن في برشا حالات نجموا نعاونوها ألام المفاصل كيف كيف نفس الفكرة كيف كيف نجموا نقعد وعنا ألام مفاصل تولي مزمنة اللي كانتش موجودة بكل ولكن بعد الكوفيد ظهرت وتواصلت وتقلقتنا كيف كيف ديما الفكرة هي نفسها نفهمه يعني ندرا هي مربوطة مباشرة بالكوفيد وإلا في بعض الحالات إنسان هو من قبل عنده الأوجاع هذية وكيف مرض بالكوفيد زادت ظهرة الأوجاع هذية وكثرت شخصو الحالة نفهمه شنو الوضع اللي احنا فيه باش الطبيب ينجم يعرفه يعطيك نصيحة الباهية والدواء والعلاج كسواء بالدواء ولا العلاجات الطبيعية زادة كيف كيف عندها مكانها في العلاج هذي شنو آخر الآلام نجموا نقولكم عليهم فاما الآلام العصبية هذي كيف كيف تم وصفها في الآلام اللي بعد الكوفيد اللي دولاغ نغوباتيك شو ما معناه مع انت فما أشخاص الالتهاب الحاد اللي صار مع الكوفيد هذي بشي والي يمشي يضرب في العصب ويعطي آلام نجم يكون آلام عادة في الرجلين وإلا في اليدين الزوز وفي اليدين وفي السقين زادة كيف كيف نجم وشوفوهم إنسان مشي يقولك نحس في عندي تنميل عندي رزن عندي ثقل في دايا وفي سقيا عندي وجايع كالحراق وجايع تضرب كذوه فما دقين النوع هذة متعله جايع اللي نسميهم اللي دولاغ نغوباتيك ظهروا ووصفوا وتوصفوا في الحالات اللي هما بعد الكوفيد كيف كيف هذو ما يلزم نحكي وعليهم لطبيب متاعنا اللي هو بشي شخص وبش يفهم فما حالات حادة ويلزم علاجها بسرعة على خاطر تنجم تعطي زادة مخالفات حركية يعني هو بشي تقلق بالألام وزيد كيف كيف خاصة يجبنا نعملوهم نوعا ما استعجاليا وفما حالات اللي هي جزت لقلق ووجاع كيف كيف عندهم الدول الخاصة متاح ما بين وجايع ودكتورة أنا القيت زادة فما نسي في العادة الشهرية متاحهم كانت في العادي العادة جي عادي وجايعها مقبولا نقولوا احنا بعد ما مرضوا بالكوفيد وجايع متاع العادة الشهرية ولا تأمسو بوختابر اسكو تابع الأوجاع هذية وإلا لا إناجم يكون إناجم يكون فما علاقة مباشرة بين الكوفيد وبين لجايع هذية كيما قلت لك الكوفيد الحاجة من الحاجات اللي خلفها هما الحالات الالتهاب هذية الكبيرة اللي هي تناجم المجرى معناها تكثر في الآلام حتى آلام كانوا موجودين من قبل تناجم تظهر هذية يناجم حتى نشوفه في بعض الحالات الريتما متاع السيكل متاع المرأي يتقلق شوية يتبدل شوية يناجم يكون عنده علاقة مباشرة بالكوفيد فما حتى حالات وصفت حتى بعد الفاكسيناسيون مش حتى كان بعد الكوفيد تقلقات في السيكل هذية فما حالات توصفت زيدا كيف كيف هذيك عليش مهم برشا لنا أحنا زيدا الأطباء أنه المريض اللي عنده علامات تظهر بعد الكوفيد أنه يحكي عليها خاطر كيفش اكتشفنا هذي كل خاطر المريض جايشكي وجايحكي المريض الليول الثاني الثالث وتلمت الأمراض في الدول العالم وسمحتنا باش نكتشفو اللي فما الكوفيد له هذي باي أسكول أليم أذو ما الدكتور كيما سألو في الميكروت خطوة هتنجم تقعد ألام طويلة المداء وألام مزمنة وتقعد تتبع فينا حتى للأخر خاني نقولوا أحنا وإلا لا دجاه هي فما التعريف بألام مزمنة هي معانتها ألم أنه يطول أكثر من ثلاثة أشهرة إذا كان ألم يطول معانا أكثر من ثلاثة أشهرة نتسمى ألم مزمنة مالغوز ما هذي ساير توا بالأشخاص اللي مرضوا بالكوفيد وقعد عندهم ألام فما بعض الحالات اللي الألام هذية فاتت ثلاثة أشهرة يعني دخلنا في ميدان الألام المزمنة صحيح لكن الاخبار البي اللي زادة كيف كيف كما تبعنا المرضى هذي وما عرفنا اللي برشا يتحسنوا بعد أربعة خمسة تسعة أشهرة عام ونفم باقي أمل أنهم يتنحاولوا جاية مش معتك يقولنا ألموزنا معها سي جاي بديل وشيقعد عايش بها لا في معظم الحالات بش يتعب بهم بعض الأسابيع وبعض الأشهر ولكن بشوية بشوية الوجاي هذي بش تمشي ويرجع لحياته العادية بالنسبة للجنب المشرق من الموضوع دكتور العلاج دي ما بديل عبيد سيأخذوه في الكورونا حاجة كبيرة برشا عندهم والعبيد بالحق اللي عانيت من الوجاي ومن التعب دي متاع الكورو تفرح برشا بكالسولاجمون وكالارتياح متاع الدولي بش تاخدو نبديو ساعة بالعلاج في وقت الكورونا وبعد نشوفو طويلة الأمد هذي أسكن فيها علاج نجاو إلا لي ألو بش نجمو نحكيو عالعلاج كي ما قلنا يلزم إن شخصو الحالة وبش نجمو شخصو الحالة نطلبو من كل إنسان عنده علامات اللي حكينا عليهم هذو موائل العلامات حتى أنا ما قلتش عليهم ولا ما توصفوش موجودين وهو يعمل علاقة بينهم وبين كوفيد يمشي يشوف الطبيبة متاعه أول خطوة في العلاج هي تحديد السبب متاع العلامات اللي بش يشكي منهم لمرئة يلن دراء تعكورات متاع حالة صحية سابقة يلن دراء تعكورات من الكوفيد هو نفسه ولا علامات الكوفيد اللي حكينا عليهم هذو موائل دونك هذي الخطوة الأولى امشي وشوفوا بيبن تاعكم عملنا الخطوة هذي وولقينا روحنا في الحالة متاع الكوفيد يعني هذو العلامات اللي هي ما هيش نكمليكاشن يعني مووش مووش ضعف في القلب موش مضعفات اللي نخافوا منهم وليزمنا نصلحوهم ونعالجوهم ولكن علامات كيما قلنا اللي بيش تقلق في جودة الحياة في الحياة اليومية متاعنا بيش تعبنا بيش تقلقنا في الحالات هذي شو مش نعملو بالنسبة لي نحنا الألام عنا يعني على حاجات تسمحنا بيش نقيم النوعية متاع الألم شنو النوعية والألم هذي شنو القوة متاعه والألم هذي هذي نحاولو نفهمو شنو التأثير متاعه على جودة الحياة ما يخلينيش نمشي نخدم ما يخلينيش نرقد ما يخلينيش مهم برشة قلقني حتى في الماكلة متاعي معناها هذي الكل ناخذوه بعين الاعتبار وهذي نسميوها احنا في الأمراض الموصمنا بصيفة عامة ونطبقوه زادة في الأمراض في الألم اللي بعد الكوفيد نقولو هي سيلوم مودال بيو بسيكو سوسيال شمعتها معتها بش نتلهيو بالمريض من ناحية البيولوجية النفسية والاجتماعية خاطر المخلفة تمتع الكوفيد لان هذي ماهيش جسدية اكهاو ماهيش بيولوجية اكهاو صحيح فما تعب فما قلق فما مقاليم فما وجيع في البدن ولكن الحالة النفسية سفادة بايخ تمشي مبعضها الحالة النفسية بش تتعب وبش تقلق وبش تتقلق من الحالة هذي والحالة الاجتماعية نعرفوه هذي الكل نعشناه في الكوفيد ايجي وفي الكوفيد لان كيفاش نتأثر على علاقة العائلية على علاقة العملية فما ناس وقفت على الخدمة متاحة بالكوفيد لان وباللي صار ولي نعرفوه معناها الوضعيات اللي عشناهم في وقت الكوفيد هذيك الكل مربوط ببعب يعني الطبيب باش يتلهاب المريض متاعه باش يقترح عليه علاج للألام على حسب نوع الألام متاعه المضادات للألام موجودة متوفرة أنواع مختلفة على حسب القوة متاع الوجيه عمتاعه على حسب النوع متاع الوجيه عمتاعه ولكن زاده باش نحاولو نعاونوه بسيفة عامة حتى في الحالة النفسية متاعه يعنو كاو اكومبانيومان معنتها باش نتواصلو مع المريض باش ننصحوه فما الاكتفيته فيزيك هذي ننصحو بيها برشا المرضى اللي عندهم العالمات تعال باست كوفيد يعني ماذا بينا رغم الطعب ورغم الألام اللي عنا ما نوقفوش من الحركة بالعكس نتحركو نمشيو نناكلو ماكلا باهية يعني ليجيان دفي بسيفة عامة راهي مهمة برشا ودراسة الكل بينه وأنو الإنسان اللي في أقرب وقت يسترجع الحياة متاعه ويسترجع خير خطر حتى وكان قبل ما عندوش اكتفيته فيزيك ما يتحركش ياسر ما يمشيش ما يعملش رياضة ماذا بي بالعكس يبدأ بشوية بشوية يدخل الحركات والرياضة هذي عليش خطر هي تقوي لنا المناعة متاعنا وتخلينا نتغلبوا عليك الحالات متع الالتهاب اللي موجودة وعالحالات القلقية اللي صارت جورة الكوفيد هذي نوك العلاج راهو علاج كامل ومتكامل موش دواء كهو مهيش حربوشة كهو بش يعطي هالك الطبيب لا فما العلاج بالدواء على حسب نوعية الألم كي ما قلت لك فما العلاجات الطبيعية اللي هي نجمو نعملو المساج نجمو نعملو الكينيزي تيرابي يعني العلاج العضوي الحركات اللي نجمو نعملوهم نجمو نعملو التنس اللي كتخو تيرابي هذي نسميوها العلاج بالضوء معنتها بش نحسنو الأعصاب إذا كان هي ألم في الأعصاب برشة طرق نجمو نقترحوهم للمرضى متاعنا حسب التشخيص اللي بش نعملوه ولكن الفايدة أنو المريض يمشي ويقول على الحالات هذي هذي الأهم حاجة وفرقه أحنا بين الألم هذي وعلى حسب النوعية هذي كبش نقترحو الدواء الخاص بالحالة متاع كل شخص دكتورة أسكو العباد اللي ملقحين ولا اللي بيش يلقحوا ولا التلقيح في حذاته ينجمينا قسم الأوجاع والألم هذي وخلينا بلوز ما نسيطروا عليها أكثر ولا لا احنا التلقيح دجا بسيفة عامة تعرفوا لي أكثر الأطباء أو الأطباء الكل ندعيه للتلقيح للحماية الشعب متانا وحماية البلادنا لكلها من الكوفيد هذيك معلوم ومفهوم توا ولكن الاكتشافات الأخيرة خلتنا نعرفوا زادة اللي الأشخاص اللي عملوا التلقيح وعندهم حماية باهية ضد الحالات البوست كوفيد معتها التلقيح في حد ذاته يخفف برشة من العلامات اللي هما يجيوا بعد الكوفيد ويخفف من الحدة متاحهم ويخفف من الطول متاحهم قبيلة قلنا يوصلوا بشوالي مرض مزمن في برشة حالات يوصلوا مرض مزمن ولكن الأشخاص اللي هما فاكسينيه اللي عملوا تلقيح متاحهم ومرضوا مثلا بالكوفيد هما أشخاص محميين وما هومش بشي تجيهم العلامات هذية وحتى وكان جات ما هيش بشي تطول معاهم بالكل عكس الإنسان اللي ماهوش ملقح هذا اليوم متأكد يعني التلقيح يحمينا من الحالات الخطيرة من الكوفيد ايجو ولكن زادة حتى إذا كانوا نعرفوا اللي نجموا يكونوا ملقحين ونتعدوا كمان بالكوفيد ولكن نعرفوا اللي الشكل الوقت بشيكون أخف برشة في الفترة الحادة وكيف كيف ماهوش بشي يعطينا المرض البوست كوفيد هذي اللي يزم نعرفوا اللي راهوا الأشخاص اللي يمرضوا بالهذية الكوفيد الطويل قلت لكم سباتان حتى 60% من الأشخاص اللي مرضوا تعرف اللي في تونس اليوم تقريبا العدد هي تقريب 700 ألف تونسي مرض بالكوفيد وتعافى من الكوفيد احسب انت نقول واحنا 50% يا سيدي معناها عنا 350 ألف شخص ينجم يطور الحالة هذية اللي هي الكوفيد لا إذا كان نحسبوا الأشخاص الفاكسيني العدد هذية بش ينقص برشة وبيش يتيح برشة هذية مناجم كان نشجع الأشخاص الكل وخاصة الأشخاص اللي كبيرة السن ولا الأشخاص اللي عندها أمراض مزمنة مناجم كان نشجحهم باش يمشيوا يعملوا التلاقيح متاحهم باش يحميوا رواحهم في المدى القصير المتوسط والطويل يعطيك صحة دكتورة لا يخليك على توضيحات هذي الكل نعود وفكركم الموضوعنا اليوم ما هو ألم بعد الكوفيد وحاضرة بحدنا الدكتورة سونيا خلبوس طبيبة مختصة في علاج الألم في قسم علاج الألم بمستشفى الرابط إذا كان عندكم أسألة في الموضوع دي مرحبا بتليفونيتكم على 31-380 ألف نبدأ مع أول تليفون من سوسة معنا سوفيان مرحبا بك سوفيان ألو السلام عليكم عسلامة سيدي مرحبا بك عايشك عسلامة تحية تحية لك دكتور عسلامة عايشك يا فضلك عايشك دكتور أنا مرفض بالله تعاني بتسعة شهور بالكورونا عايشك عندي وجايع في معت وكرشك تجري تسعة شهور عايشك لطفة عليك كرشك تجري في تسعة شهور أضم الكل سوفيان نعم نعم باي مشيتش للطبيبة على كرشك اللي تجري ما يعطوني شيء نمشي كل حد وشي قولي وزادة أعطوني الدوزة برك في التلقيح في الدوزة برك يمدرعش لورايك الدكتورة باي تو تسألك الدكتورة أكثر أسألة تنجمت اه انو الوجايع والدخي تقولي بعد تسعة شهور بالفاكسان أنا منسلك نفس السؤال اللي سألتولك هاجر راه يلزمك تمشي التبيب مختص في الأمعاء والجهاز الهضني معانتها لازم لازم باش تمشي على خاطر صحيح وصفنا بعض الحالات اللي ألام البطن تنجم تتواصل وتولي هكا شوية مزمنة ولكن مداب عندك جريان جوف متواصل هو بشي ولي عنده مخالفات مش بها للصحة متاعك هكا ولا هكا دونك يلزمك تشوف طبيب أنتي معاندكش أمراض سابقة للكوفيد ما الحالة هذية ما صارت لكش قبل لا لا ما عنديش بيه دونك معتها من المؤكد أنك أنا ننصحك أنك تشوف طبيب مختص باش يشوف فماش مخالفات مثلا النوع متاع التهاب صار لك في الأمعاء متاعك اللي نجم يفسر أن الحالة تطويل لدرجة هذية وفي إذا كان الحالة هذية فما علاج خاص يعني موش بش تقعد تاخذ جس هكا في دوي قول أنا بش نركك حجريان نجوف وكهو لا يلزم السبب يوضح حتى إذا كان هو من الكوفيد هذية أنت عملتش تصاور كولوسكوبي بش شفت الأمعاء متاعك شفيهم وش مفيهم نعم 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 ولكن أنا نتأكد أن يكان تشوف طبيب مختص في الجهاز العظمي يشوف لكو هذية ولكن كيف كيف يلزم نمشي ونشوفه المصارن من داخل اللي هي مثلا لكولوسكوبي بش نشوفه فماشي التهاب يفسر الوضعية اللي أنتي فيها ووقتها الدوي يكون متوفر إن شاء الله وترتاح منها دونك نشجعك أنك تواصل الطبع عن طبيب مختص على خاطر كيتدوم تسعة شهور كي ما قلت لك بشتوال يتعملك مخالفات صحية قلقك ينجم يكون الكوفيد كم ينجم يكون حاجة أخرى من الأحسن أنك تواصل في الفحوصات متاعك هو دياري في الوقت العادي ديجا ميزموش يبتأ فما بيلك تسعة شهور وانتي بالدياري حاجة مش بهي أحد أطرف لا بالكل يلزم يلزم نلقاولها سباب ومش جزء نوقفوها كهو لا نفهموا سباب متاحها عشي متواصل علاج سباب بصفة مباشرة نعطيك ساحة شاء الله لباس شاء الله لباس نمشول بن عروس معنا ليلة مرحبا بيك ليلة عسلامة عسلامة ليلة مرحبا حيث فاضل يعني يعني أنا والله مرضت بالكرونا مرتي مرة لما حاشتش بيها الحق بكل عادي جاءنا نتبع في المدسيزان تار عام نقولي بحلي لأخي قوي إني أنا مرض محكتش بها ما قويش حتى أزواء مهم مرة الثانية ما مرتي مشي طعا ما حاشت راكل ما شوية مشيت حنلت لما مطلعت ماذي قيت أنا في الداخرة عندي ميزة نتبع معا طيب صدرية بعثي أزواء أنا في الدارة ونعمل في الكسيزاء وقعدت في الدق ما تقالت شاكل حاجة كبيرة المبادين فاتوا وحكيت 20 يوم وعطتوا هيدوارتها 20 يوم هو كرتوكويد هو كتدوار يدور الدم وقالتها كاكت تاوة تعرف انت يريد تاوليها أكثر من 14 شهور وانا عملنا تاوة تاوة فلوكسرين لوقت فيه 24 ساعة وما عاش نتحرك بكل بتاع بعالاخر اهي نوقف هيك شوية انك نسروح نطيب شوية ماكراك وشوية نقص معون ونرجع تاعد أفاتي دي على قنا مشي قديدة نوعاً نوعاً هيدا تقولي انت يحن تقولي احمد رب انت أزمتيك ومرتي مرتين وخلصت لباس كما تضعه وما تخلصيش نعاسك ونقوله هكا وكل شي باكا نور كان في جوية ستفاستين ومتعين الواحد وشوية وعندي ساعة الغدة وانا وعنال فرهابت صح ويدي بتقولي ها أصبر وكا هو أصبر هدكا وانت ها كام انت أزمتيك ويعني الحمدول لانك تلعطي من على هذا الحمدول لتعطي ومفاصل توجه راسي يوجه راقبت يجين مريلياك طرفيجا كما نقوله وحنا صديقة على الأخرى الصلاة الرحية قامت كما قلت أنا معارها قوية نفسي يعني نفسي بيضة وكل شي أنا قامت لك وبكترة كما قلت لها ساعة يعني 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 معي صدر تاح معنتها سمحني لله اللي مقلقك برشا هو الفشلة الكبيرة فما فشلة كبيرة وفما آلام هاكا في الرأس وشوية في البدن هاكا في صدري اي زادة في صدري وعندي زادة فكي القلب كل مرة يجري نعمل هتا ضربات كفتية وبعدين يوقف بعدين يجري يا رزان ورمان انتي صحيح اللي الحمدلله عليك اللي لباس خاطر اللي عنده أمراض صدرية ونا ديما نخافوا عليهم والحمدلله اللي ما فاماش حالات خطيرة ولكن اللقلق اللي توصف فيه نفهمك اني هو يقلق برشا السؤالي لك الدكتورة اللي تبع فيك عملت لك تحليل وكشفات باش نشوفوا حكاية الفشلة هذية وكل فماش خلتش مخالفات جسدي عنده عندنا انتبع عند زوز عند كتير صدرية ومكسين عن تان انجينير على الكلارية اه اه انتع المساعدين دينا يعني ترؤى ما يعني تحليل مثلا على فقر الدم معنى على الغصة معنتها وانت في الوضعية هذية بالفشلة الكبيرة وكل صار والتحاليل متاعك والتحاليل رجعوا لباس ما فاماش وبالنسبة للغصة متاعك لباس ما دخلتش بها يعني نقص يعني نقص يعني دمك شوف الحاجة اللي اطمن بالنسبة لك يا للا اللي انت رغم اللي عندك امراض مزمنة اخرى الحمد الله يعني العلامات اللي عندك الفشلة والألام ما قلقوا لكش التحاليل متاعك يعني ما ما قلقوا لكش الأمراض السابقة متاعك هذية اخبار به بالنسبة لك علش به خاطري خلينا نعرفوا اللي العلامات اللي توصف فيها هي البوست كوفيد سيسا الكوفيد لان جستما دونك نعرفوا اللي ان شاء الله بالوقت بش يمشيوا يتحسنوا لكن هذا ما يعنيش انو منعالجوهمش كان عندك ألام في الرأس كان عندك ألام في المفاصل فما الأدوية متاع الألام ما نعرش الأطباء متاعك شنو عملولك انتي تنجم تعود تطلب من الطبيب متاعك ما انو فما شكون يتابع فيك هذي حاجة مهمة برشة عنا الألام الأدوية ضد الألام الألام الرأس والألام الجسد عندك زادة كيف كيف أنا ننصحك أنهم تنجم حتى أنتي تقترحها على الدكتور متاعك يعطيك شوية كينيزي تيرابي يعني شوية العلاج الطبيعي بش تعمل شوية حركات معاتها أنك اللي صار عليك خلى الفشلة هذية متاع تعبي ولي كما قلت أنتي معنا حتى بش تتلهاب دهرك وبيش تعمل حاجاتك متاع كل يوم ترزن وتتعب عليك هذية كيف تعاود نعملو غي أدابتاشون على الاكتيفيتة فيزيك تعاود تتعاود بالحركات ولكن يجب نعاونوها بالنسبة لهذية واحدك تنجمش وما أنها طولت كمين 4 شهر دخولي دونك فما المدة الزمنية الطويلة كيما قلت لك أنا ننصحك تطلب من الدكتورة متاعك تقيد لك بعض الحصاص متاع الاكتيفيتة فيزيك هذية اللي هي متنجم كانت تعاونك وتشجعك بش تنقص عليك الفشلة والتعب وحتى الألم هذية كيف كيف الغذاء ما نعرش كيف هاش الغذاء متاعك ولازم يكون غذاء متوازن كثر من الغلال والخضار خاصة خاطر هما اللي بش يعطيوك الفيتامينات اللي بش يعطيوك القوة أنك تقاوم الفشل هذي ما أنه التحليل في الحالة هذو تصار ولباس كيما قلت لك هذي هما طرق العلاج اللي يجبنا نعملوهم والمدام عندها الطباء متاحة ليعالجوا فيها ويبشروا فيها دونك حاجة باهية خاطر بش يواصلوا معها المشوار الحل موجود كيما قلت لك في الحلول هذو ما هما اللي تعملهم مع الأطباء متاعك إن شاء الله ويكون فيهم من شفاء نبه يعني كساحة الدكتورة إن شاء الله بلطفع ليك ليلة نمشو للمستير معنا كوثر مرحبا بي كوثر مرحبا 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 يا كره بحديك كوثر سكروا 8 كن متليفوا ايه ليه بعيدا عندي لا إزمك تسكروا جملة 8 كن متليفوا مش ناس من ناس معك بالقديق اوكي بيه داكور تفضل كوثيري عايز بلي إني دكتورة مرحبا بيك مساعد مرحبا يا لله عايز بليني مرضة كوفيد دو عندي 6 شهور 6 شهور كمانتو مرحبا برأسي أين ديمة عندي رجالة راتي غير هذه كي ما قالت سكرية دكتورة جاء عميش راتي ما نشف ضغط كبير في راتي اه نكون قاعدا نكون نحس روحي دايخة نحس روحي كاريمة دايخة دايخة صانتها درب علي الدق على البلسة نصفش لكي ذلك كنا قدت شورية على البلسة لنتعب نحس بدني فارغة عالاخر اي حالة تعتعبني حتى رجعتني على السبور أريد بيغلي باش نمشي غلع لديك سيدي عبا معاتش عندي باش نقاومك الجهد اللي اش نعمل ديك ام مفاندت وجاني فيسا حتى كان خاما مش نعمل حاجة بشي الصرحية تعيبت اقبل ما نعملك الحاجة هي ديك فانت حادك عدت وانبعد قومت راوعاندي الدخل ديركت. امم. اه. اه. باهي لله مشيت شفت طبيب وطبيب العائلة بتاعك ولا طبيب وحكيته على الحكاية هيدو ما ولا لي. اي انشيس عديت وطبعته كل ايكان ديك شعليك هو سلب عليها نسكنير قالي نحاول نطبق راسك شوية بلوجي على قادة جني خاطر جديد من بريود مشي عقوية علخ وشلت حتى اني بريود ركبت في السيرو وقالي كي بشي هفتت علي ايش ما يوجع. اه. قالي نعمل نسكنير من دك شعليك اني نفس ثانيا بش نعمل سكنير. لكن نفس ثانيا اني مش مستعدة بش نعمل سكنير. حال صاروحي نرسي في تاقة بش اش نعمل كي نعمل سكنير منش مقتنعة بش نعمل. كي نخمم فيه بالحق محصة رحية حاجة اخرى. معنى حصة رحية ديكتراضية والتخميم اكتراضي نفس ثانيا اني مش مقتنعة. باي لطفة عليك كاوثر جزت اقعد معنا لحظة بركة كاوثر هنا بش نرجع لك. سبيسيال سنتي مع هجر الحنيشي. ارتاح من وجعة الراس مرة واحدة برعاية سانوفي. ارجعنا لكم من جديد مكملين مبعضنا من تا واحدة اكشلة الاربعة متعلقشية. موضوعنا اليوم وهو الام بعد الكوفيد. وحاضرة بحدنا دكتورة سونيا خلبوس. طبيبة مختصة في علاج الالام في قسم علاج الالام بمستشفى الرابط. اذا كان عندكم اسألة في الموضوع ذات نجمو تكلمونا على الواحد وثلاثين. ثلاثمئة وثمانين نرجع مع كاوثر دكتورة وانتمنوها لازم ما تمشي تقوم بالفحصات الاسم. هي كاوثر ان شجرك. انا فهمت الوضعية متاعك معتها فما وكاوثر هكي الحالة بالحق يعطيك الصحة اللي كلمتنا اليوم باش الحالة متاعك تكون موضع للحالات اللي كيف كنتي ومثال للعباد الاخرين. انها اكدت على الحالة النفسية اللي تعبه وهذا نجمو نفهموه معتها هو ان واحد مرض بالكوفيد كي ما قلنا مايش ساهل وزيد يقعد ستة شهر بعد هذية عنده مخالفات وعنده تقلقات. نوك نفهم اللي حالة نفسية تعبه ولكن مايزناش نسلمو في رواحنا. آآ بالعكس انا اقول لك اذا كان انتي مشيت للطبيب وشكيت من آلام الرأس والطبيب شاف انو ماذا بيك تعمل السكانير. عليش ماذا يحب يعمل السكانير يحب يطمك على وجايع الراس متاعك. كي ما قلنا قبيلة خطر الآلام الكلها بصفة عامة وآلام الرأس بصفة خاصة اللي جينا بعد الكوفيد نجم تكون آآ عضوية يعني فما اشكال عضوي مثلا في العروق متاع الرأس مثلا النجم يفسر الآلام هذيه. والنجم ونعمله سكانير ونقاو كل شي لباس راهو. ولكن لو جاعة موجوعة موجودة. دونك اذا كان عنا ادنى شك. ويلزمنا نمشي ونعمله سكانير. انا ما النجم كان نشجرك بتاع بش تعمل السكانير هذيه بش تطمين. بش. اذا كان فما حاجة عضوية كي ما قلنا يكون عندها العلاج الخاص متاحة ونمشي ونعالجوها في اقرب وقت ومن خليوهاش تدمادة معانا. واذا كان احنا عملنا سكانير وطمنا ولقينا الى باس سكانير. والوجيعة هذيك موجودة. هي اكثر الحالات متاع الوجيعة في البوست كوفيد نسميهم لسيفالة دو تنسيون. معانتها الام الرأس من الضغط. الضغط النفسي والضغط العضوي هذو ما الكل يعطيونا نوع الالام هذي. وعلاجو بالأدوية ووقتها ما نسحقوش بالحق بش نعمله فحوصات وكل. ولكن اذا كان الطبيب يطلب يعني عنده شك. اذا كان عنده شك نقطع الشك خي. خاطر انه كل ليلة اللي فك عليها منعملش وقتاني من المشاكل اي واذا كان فهم حاجة شنعمل ونقعد نتفرجو فيها حتى تعملنا مشكلة اكبر. لا ما نصورش اللي هذي الخيار الصحيح. من ناحية اخرى. انتي قتل كنت تعمل في سبور وحبيت ترجع ولكن عندك فشلة وكل اينا نشجعك 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 ثلاثة مرات. راه وارجع للاكتيفيتة فيزيك متاعك. ارجع لسبور ولكن بالتدرج. معنا مش لازم تحب تعاود عن نفسك اللي راهوها كل اكتيفيتة فيزيك. مامسي من اللول بيش تجه جهة معليك وذلك حاجة صعيبة. هي راهي في اللخر في اللخر. هي اللي بيش تنقصلك في الفشلة والتعب. بالنسبة للتعب النفسي اللي تحس فيه. اذا كان وصل لدرجة انه يعطل فيك في حياتك اليومية. انا ناصحك تشوف مع طبيبا بتاعك. يوجهك للطبيب وإلا الاخصائي في الابراض النفسية يعني امسيكولوج وإلا امسيكيات خسيله فو معدها الشخص او طبيب يعني متمكن من الحالة هذية بيش يعاونوك. سانا كومبانيومان كي ما قلنا قبيلة معناها يعاونوك بيش تتعدى الفترة الصعيبة هذية بيش تفهم عليش الكوفيد قلقك للدرجة هذية نفسيا واجساديا. الحلول دي ما موجودة. ولكن جوست ندقوا البي بين البيهة والصحاح وكهو. دونك اسكانير. اذا كان الطبيب يأكد عليه ما تخافوش منه. بالعكس هذك هو يفسرنا عليش ومش نفهمه العلاج كيفاش. والفايدة نرجعوا لحياة الطبيعية بشوية بشوية. خليونا نعاونوكم. امشيو للأطباء امشيو للبسيكولوج. بنسبة لحالة نفسية ما نخليوهاش خاطر قد ما بيش تطويل. لقلق هذك اذا كان وحدنا مخرجناش منها بيش زيد التعبنا اكثر. وكاوثر ماذا بيها ما تزيدش تخطص اكثر في الحالة هذية. ستة شهر مش شوية. دونك وقايت بش واحدة تلهاي بروحه ويمشي يشوف الحل موجود معتها. دونك عليش واحد يقعد واحده يقاسي في المشاكل هذو. لا احسن تعادي خير. باي. دكتورة اسكو العبيد اللي عانيوا برشا مع الكوفيد وطورت الحالة متاحهم. اسكو فما غيسك انو انبعد يستخيلوا الوجيعة ذيك خطر فيكو عاشوها وقعدت معاهم برشا حتى كي يبروا منها يقعدوا ديما يحسوا في الوجيعة ذيك كما هي غيال مون فميش وجيعة ماني. اسكو فما الرغيس كذي وقال لي لي. احنا الاطباء متاع الوجيعة. بالنسبة لنا مفميش وجيعة ما فميش. يكن مريض يقول راني موجوع معناتها راهو موجوع. واليوم انفرقوا بنانواع الوجيعة مش معانتها وجيعة صحيحة ولا وجيعة غالطة. هاذك بالحق عند وجيعة واذك ما عندوش. لا سباسة. اما هما انواع معتها فما وجيعة عضوية. يعني فما عضو مضروب مريض صار فيه التهاب. اعطانها وجيعة. فما امراض الام عصبية. يعني العصب فيه التهاب او فيه مرض يخليه لوجيعة. وفما وجيعة بالفرنسيين سميوهم لدولار نوسي بلاستيك. شمعتها? معتها العضو لباس عليه. العصب لباس عليه. ولكن الوجيعة موجوع. موجود. تكوردو. دونك هم وجيعة بالحق. موجودين. حتى ولو كانوا عضويا انا لباس عليها. ولكن راني نشكي منها لوجيعة هذيك. الطبيب دورو انو يفهمها لوجيعة هذيك. اللي هي من نوع هذا اللي سميته انا لدولار نوسي بلاستيك. واللي عندها علاج خاص بها هي. نشخصوه احنا. والوضعية اللي حكيت عليها انتي مش واحد مش اثنين عنده هذي. يعني الحالة النفسية اللي تعدينا منها. الحالة المرض الجسدي زادة اللي تعدينا منه. يولي عنده مخالفات. مامسي عضويا مش مش تظهر. يعني نعمل اسكانير ونطلع لباس. نعمل تحليل ونطلع لباس. ولكن انا لوجيعة موجودة. راهي لوجيعة موجودة بالحق صحيح موجودة. وراهو نجموا نعالجوها مابو الطرق خاصة بالنوع الالام هذي. مهم. بيه ناتيك صحة دكتور مشولتون سمعنا سارة مرحبا بيك سارة. مرحبا بيك سارة. مرحبا سارة تفضل. يا عيشك مرسي. بردي حابب نتقل الدكتورة عمضي اه اه تراسك العام هكي كامل امرض بالكوفيد. ميبقى دي ما تطلع لوجيعة في رقبتي وفي راسي. ما عش نجم نتحرك. ما نرتاح لما نكل دوي. جاني غال ما نجربتهم لكل كثير حاجة سأعليكم هي دول بخاتنا. حبيت نعرف ثم حال اخر. اه حبيت اه نعرف اسكو معناتها كينيك البرشة دوي اسكو عندي ديزيسي اخرين خايبين على طول المدة ولا. اه اه يعطيك ساح عزيدة هوني صارة باش تنفعنا بالتدخل المتاحة. عام بعد الكوفيد. نشوفوا لي احنا بالحق في الم مزمنة في الحالات هذية. وجيعة راس وجيعة الرقبة ما مربوطين ببعضهم. تقول لي عالشت بالدوي واخذيت الدوي لمدة طويلة. راني قول تقبيلة. خاصة نوعية الالم هذية العلاج ما ينجمش يقتصر على الدوي. الدوي ينجم يعاون. يتعدى فترات. اما زاد الدوي رهو ماذا بنا ما ناخذوش وحدنا. حتى نوعية الدوي اللي سميتو انتي. يعني نوعية الادوية اللي هما قولوا احنا دولنا. مستنسين ناخذوهم. مستنسين ناخذوهم. نمشي فرماسية. قولوا عندي وجيعة باش يعطيني الحربوشة هذيك. واحد يستعملوا وحده. اللي مدد طويل. ينجم يضر. وينجم يكون ما هوش كافي خاصة. دونك في الحالات هذية انا شننصحك اذا كان بازلت عندك واذا كان ما شفتش الطبيب متاعك. تشوف الطبيب. عليش خطر. بخلاف الدوي اللي هو الحمد لله ينجم يخفف عليك. فما العلاج الطبيعي اللي نحكي وعليه من قبيلة خاصة في نوعية الالم هذية. ووجيعة الرقبة. العلاج الطبيعي نجم ينفعك في قصير المدى وفي طويل المدى. يعني تحسن الوجاع متاعك وجاع الراس كيف كيف. حسب النوعية متاع وجيعة الراس اللي عندك. آآ نوعية الدوي اللي انتي تاخذ فيها ذاك. واحدك ينجم مهوش كافي. وفما انواع اخرى متاع ادوية نستعملوهم. اذا كان يولي الام رأس مزمن ويومي كما تحكي انتي. اذا كان ديما معاك وديما موجود. الدوي متاع جوز خطر عندي وجيعة نشرب حربوشة ونقعدة كهوي. نجم يكون مش كافي. وفما ادوية اخرى نجمو نقترحوها عليك. ولهذا يجبنا نشخصو نوعية الالم مر اخرى. نوعية الالم الرأس هذية اللي عندك بش نعرفونا هو الدوي اللي يكمل لك الراحم بتاعك. ومع الدوي نمشي ولت العلاج الطبيعي زادا مهم برشة انا نجمعوهم وبعضهم بش من نتاولوش بالدوي وبش كل انتيجة مخير ان شاء الله. نعتيك ساحة دكتور علي خليك على توضيحات هذي الكل ونحب نشكرك ونشكر الكل والتاقم شبه طبي اللي قاموا بي تضحيات كبيرة برشة في الكوفيد ولي باقي كما قلت انتي مشوا لقحو مشوا قايدو راو حاجة مهمة راي حاجة بي راو بش تستحفظوا على الصحة متاعكم راو بش ترد بالك على عائلتك وحبيبك وصحابك وترد بالك علينا احنا التاقم الطبي خاطر احنا بخطو اللي بش نتلهيو بيكم وكاليش احنا حابينو نشكروهم زادا اليوم ومعانا ونقولون ان شاء الله ربي يبارك في صحتكم بش انتم زادا تتلهيو بالصحة متاعنا ارتاح من وجعة الرأس مرة واحدة برعاية سانو في تونس تحلى في العين بلادنا غالية وطرابها عزيز ليام الصعيبة بنساها ورجالها تعديت نحكيو عالناس اللي تعبت وعطات الناس اللي صهرت وشقات الناس اللي في ظلام نوره مضواء الناس اللي مثلا ما تشفينا وفي وقت الغصرة شدت فينا الناس اللي رينا فيهم غدوا خير الناس اللي بضحكتهم تبسيمتهم خليتنا نعيشوا من جديد اليوم جي النهار اللي نقولولكم نحبوكم برش اليوم نقولولكم في كلمة شكرا مع بعضنا نغلبول وجيعة ارتاح من وجيعة الرأس مرة واحدة ارتاح من وجيعة الرأس مرة واحدة برعاية سانو في مع بعضنا نغلبول وجيعة ونغلبول كورونا ونغلبول دنيا الكل المهم نستهلوا في صحتنا ونستحفظوا على رويحنا وناس مو كلامة طب خطر كلامة مره وصحيح ويعفوش نو قاعدين يقولوك بشان صحوك نسيحها راي في بلاستها والمصلحتك والمصلحتك والمصلحته والمصلحت الناس الكل في اخر الحال دكتورياتك صحة برك الله فيك التوضيحات اللي قدمت هاليوم كانت واحدنا الدكتورة سونيا خلبوس طبيب مختصة في علاج الألم في قسم علاج الألم بمستشفى الرابطة شكرا لشايمة في الأعداد، شكرا لأمين في الأخراج، شكرا لزماليقنا في ايفام تيفين كنت معكم هجر الحانيشي باي باي في لابنة